ترجمة نانسي قنقر ناصر بن حمدال خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرامية إلى تقديم المبادرات الشبابية لضرورة استثمار طاقات الشباب وتحقيق أمالهم وتطلعاتهم في الثاني عشر من أغسطس من كل عام يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصص يوم الشباب الدولي لعام 2017 للاحتفال بمساهمات الشباب في منع الصراعات وتحول فضلا عن الإدماج والعدالة الاجتماعية والسلام المستدام تحت شعار سلام من صنع الشباب وذلك التزاما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة والتي لا يمكن تحقيقها بدون السلام والأمن إن الجهود التي بذلت على مدار السنوات الماضية في سقل القدرات الشبابية أفرزت كفاءة بحرينية في مجالات البناء الوطني كافة سعت لرفع اسم المملكة عاليا معززة بالقيم البحرينية الأصيلة التي تقوم على التسامح والتعايش ويعد المجتمع البحريني مجتمعا شابا ويضع ثقته في شبابه باعتبارهم مصدر الإبداع والابتكار لذا تحرص المملكة على توفير البيئة المواتية لهم وعززت وزارة شؤون الشباب والرياضة تعاونها مع الشركاء الأقليميين والدوليين تدعيما للرؤية الملكية السامية بأن يتواجد الشباب البحريني على الساحتين الإقليمية والدولية بالصورة التي تتناسب مع قدراته لذا فقد احتضنت المملكة العديد من الفعاليات الشبابية التي تؤكد على تعزيز قيم السلام منها مؤتمر الشباب الدولي الذي أقيم تحت شعار شباب السلام والذي استضافته المملكة في العام 2013 بمشاركة 36 وفداً من مختلف دول العالم كما نظمت وزارة شؤون الشباب والرياضة فعاليات نموذج جالسات الأمم المتحدة لطلاب 38 جامعة من مختلف الجامعات المحلية والعربية لمحاكاة الجامعية العامة للأمم المتحدة والمجالس التابعة لها بالإضافة إلى المؤتمر الدولي للشباب الذي تطور خلال السنوات الماضية حتى أصبح أحد المحطات المهمة التي توفر الفرصة الحقيقية للشباب البحريني للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات ومن المبادرات التي تؤكد رغبة المملكة في تطوير الشباب حول العالم تحتل جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي مكانة متميزة حيث تهدف هذه الجائزة إلى تنمية المهارات الشابة وتقدير المواهب والكفاءات المتميزة وتوفير المناخ المناسب للشباب المبدع لإبراز جهودهم وقد حققت هذه الجائزة نقلة نوعية على صعيد عدد المشاركات وعدد الدول التي وصلت إليها الجائزة خلال السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر